بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم عزيزينا المشاهدين أينما كنتم في كل مكان في هذه المواجهة المنتظرة مواجهة غزلان الشمال النادي الملكي غزاة الشمال وليس الغزلان الغزلان ودعوا من البطولة نادي الرمثة وهنا الغزاء يتقدموا لأن يكونوا حاضرين في هذه المواجهة الأولى من نوعها بين الجزيرة وشباب الأردن في دور الثمانية من بطول الكاس الأردن لشباب كورت القدم لسنة التاشر سنة هنا الجزيرة يصنعها بشياطينه الحمر وتأهلهم إلى نصف النهائي لملاقات نادي آرس أم سوف تكون الكلمة لنادي الحسين إربد وبداية حسينية في هذه اللحظات في هذه الدقائق وفي هذه الثواني إذن انطلاقة مبكرة لنادي الحسين إربد في هذه اللحظات هل تكون الكلمة للحسين فعلوها في شامبيونز ليغ عبر عارف الحاج وفعلوها في بطولة الدوري وفعلوها في هذه اللحظات وانطلاق على الجهة اليمنى تقطع في هذه اللحظات وتسلم وخطأ خطأ فيها خطأ 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 في البداية خطأ في هذه الدقائق على لاعبين نادي الجزيرة بعدما حاولوا قطع الكرة من أمام هاللاعب الخطير يوسف عياش الظاهير الأيسر الذي يقدم شيء كبير جدا في مجريات هذا اللقاء يوسف عياش طولي إلى الأمام تقطع وتسلم ثم تعود إلى مؤمن حسن مؤمن المغربي أقرب لاهب الشرص بحات عياش يوسف عياش هلالجال يسرى علي أبو غزلة تقطع وتسلم لنادي الجزيرة أقرب لاهب الشرص بحات هذا اللاعب يا عزيزي هذا اللاعب يا عزيزي خطير هذا اللاعب يا عزيزي خطير بالنسبة لنادي الجزيرة في الأداء العالي الذي قدمه تعود الكرة سريعة لانطلاق على الجال يسرى محاولة البحث عن كرة طولية لكنها تبعد وتسلم إلى رمي التماس البحث عن نواف المصلي كرأس حربة صريح البحث عن هذا اللاعب الذي يستطيع تغيير المعادلة في الخطوط الأمامية ولكن الكرة تعود تقطع وتسلم إلى المدافع الشر الزيد ركلة ركنية هل هي بداية وانطلاق التنادي الحسين اربت به هدف أول تلعب بها رأسية ولكن البحث مقبل حارس لكن هنا المتابعة على مرتين على ثلاثة راحت يا حبيبي راحت وتعود إلى رمي التماس رمي التماس لا طالت وعادت انطلاق على الحل الشياطين الحمر إلى نواف المصلي نواف يا سلام على طريقة ارناني كريسبو على مرتين هي انطلق ولكن أقرب لها يوسف البصول بالتغطية الدفاعية ومن يوسف إلى عياش يا يوسف هنا يوسف البصول من جهة يوسف عياش من جهة وتذهب الكرة إلى رمي التماس في هذه اللحظات رمي التماس تلعب سريعاً الآن بالنسبة لنادي الجزيرة الذي استطاع تقديم مستوى كريم جداً وجميل جداً ورائع في دور المجموعات التلاقة وهنا الاستلام محمود اسكندر اسكندر يا اسكندر تزديدة من اسكندر تزديدة من محمود اسكندر ولكنها بين يدي حارس المرمى لتعود الآن الكرة سريعاً مرة أخرى فيها المنتصف محاولة البحث عن مساندة هالتغطية الدفاعية في هذه اللحظات نادي الجزيرة يبحث عن انتصار نادي الجزيرة ما زال يبحث عن الذهاب إلى المربع الذهبي أول الواصلين هو آيرس في مواجهة شهدات إري منتادة وعودة ولكن جاء الحلم وبعدها انتهى ذلك الحلم بهدف بوب الربضي الثالث بعدما كانوا متقدمين بهدف مقابل لا شيء ثم عادلوهم ثم تقلصت النتيجة والآن يأتي الهدف الثالث كان لهم من أجل تأهلهم إلى الدور القادم تعود الكرة سريعاً إلى الجهة اليوم هنا رمي التماس تنفس سريعاً الرمية وتذهب إلى هذا هو المدافع الأصلب في هذه البطولة زيدو المدافع الشرس صاحب القوة البدنية الرائعة طولية من زيدو قدم دور دفاعي كبير كما قلت هو الأبرز هو انطلاقه الآن على الجال يمنى نواف المسلي نواف يا نواف نواف المسلي طولية من نواف فيها خطورة إذن الجزيرة الجزيرة الآن شحروري يا شحروري شحروري يستعد شحروري خطير من العلامة الثابتة أو ليس شحروري هذه المرة بل الذي سوف يسدد كريم موسى كريم يا كريم كريم بتزديدة ولكنها تذهب وتعود هذا هو كريم موسى كريم موسى شحروري تعود إلى اللاعب جميل جلودي تعطول وتذهب شوف زيد درويش وجميل الجلودي في التغطية الدفاعية بالنسبة للشياطين الحمر هناك اعتراض من المدير فن على الأداء الخاص بلاعبه وسيم عمايري هنا كريم موسى ضربة ثابتة هل تكون عبره اللاعب كريم موسى تنفذ عبره كريم يا يا العارضة يا تكانت هذه حتى لا يسميه كريم بل من عمر إبراهيم فجر فجر العماد كذلك حاضرا في هذا اللقاء على الجهة اليسرى تعود الكرة الآن تزديدة ولكنها مرت بسلام عدم الكاوي حارس المرمى تعود نواف المصلي إلى الخلف فجر النعمات إلى نواف حكسية ولكنها تذهب الكرة طبعا يعني الجماهير مشتعلة على الجهة اليمنى فوفوزيلا وأجواء جنوب أفريقيا منديال جنوب أفريقيا ما شاء الله منحلة على الجهة اليمنى من المدرجات تعود زيدو زيد درويش بها التغطية الدفاعية لتذهب الكرة إلى رمي التماس رمي التماس يوسف لبصول يوسف لبصول يوسف طلية من يوسف عادت الله يدوش نهذاك اللي قاعد ما شاء الله نازل في المزمار على الجهة اليمنى لا لا يسجع بحرارة صراحة لتعود الكرة الآن على منتصف الميدان الشحروري لا يوجد بها شيء عودة وانطلاقة هنا يا من العكام يا من العكام يا من العكام كرة بالكعب قطعت عادت عبر هلأ فجر النعمات في الاستلام هذا هو كريم موسى كريم شحروري كريم نواف المسلي ولكن هنا مرة أخرى تقطع عبر يوسف لبصول زيد في التغطية الدفاعية زيد درويش خطأ على زيد في هذه اللحظات ضربة ثابتة تنفس سريعاً الآن الترويض والاستهيا سلام يا سلام هالخطورة كانت قائمة في هذه اللحظات من قبل الشمح دائماً وأبداً بالنسبة لنادي الحسين إربد لتعود مرة أخرى على الجهة اليسرى كريم موسى طالت على كريم طالت على كريم وذهبت إلى رمي التماس هنا الاستلام هنا طبعاً اللاعب جميل الجلودي إلى شحروري وجميل وشحروري من جميل تقطع إلى الهاني اليعقوب هذا هو هالشبح كان حاضراً في إبعاد هذه الكرة لتعود إلى يوسف لبصول يعني عندك الشبح شوف الأسماء الشبح رونالدو اسكندر أسماء تثبت فعاليتها على أرضية الميدان يعني مثل الشبح لاعب في منتصف الميدان ارتكاز وظيفتك الأساسية قطع الكرات بشكل سريع تعود الكرة الآن سريعاً إلى منتصف الميدان مرة أخرى من الجال يومنا أقرب لها المدافع زيد درويش وأنا أعيد وأكرر على عائلة اللاعب زيد درويش الاهتمام بهذه الموهبة مدافع صلب أفضل مدافع في البطولة إلى الآن أفضل مدافع إلى الآن برأيي الشخصي من قدم دور دفاعي كبير كقلب دفاع زيد درويش بمنظومة الثلاثة ومنظومة الأربعة هذا هو زيد طلية من زيد درويش تروض وتستلم عبرنا اللاعب وسيم عمارة لكن الكرة تذهب إلى خطأ وضربة ثابتة هل تكون هي البدايات؟ هل تكون هي الانطلاقة؟ طلية على الجال يومنا وحاولة البحث عن كرة عكسية لكن الكرة تقطع لتسلم بدورها إلى رمي التماس نفذت رمية التماس نشوف على مرة على مرتين الكرات دائما وأبدا حاضرة بشكل جيد وبشكل ممتاز لكن الكرة تطول الآن وتذهب إلى رمي التماس أخرى لأننادي الملكي والانطلاقة عبر علي أبو غزلي الملقب برونالدو لاعب الجناح الأيسر بالنسبة لنادر حسين إربد زيد درويش طلية للمام عادت إلى لاعب مؤمن المغربي ولكن زيد زيد درويش بيأت دور الدفاع الكبير زيد درويش بيأت دور الدفاع الكبير يستطيع تقديم كرة جميلة للغاية خطأ في هذه اللحظات نتيجة سلبية صفر صفر طبعا يعني لو حكينا أنه نادي الجزيرة يستطيع تغيير معادلة فنعم يمتلك لاعبيه شحروري بالتحديد شحروري ونواف المسلي في المناطق الأمامية يستطيع تزديد من خارجه الثمانتاش ولكن هناك حارس معروف بكرم الخطيب كرم من أفضل الحراس في البطولة إلى الآن أو ليس آه نعم كرم الخطيب يعني يستطيع تقديم شيء كبير هذا هو نواف المسلي نواف المسلي ينطلق ولكنها تقطع عبر اللاعب الشرص بحد تعود إلى كرم موسى أو كريم موسى كريم موسى من هناك سلمت مرة أخرى انطلاق محاولة دخول لكنها تقطع لتعود مرة أخرى إلى يوسف شحروري 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 يا شحروري شحروري يلعب الكرة فيها جول يوي 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 هذه الكرة يا عزيزي لم تترجم بالشكل الفعلي بالنسبة لأنا هذه الجزيرة والحمد لله الصداع اختفى في المباراة الماضية كان موجودا فالآن نحن أفضل المفروض في التعليق وفي الأداء وفي المستوى والانطلاق فيها خطورة فيها جول فيها دائما فرص جميلة نتمنى أن نراها دائما في هذه المباراة لتعود الكرة الآن على الجهة اليسرى الانطلاق من قبل اللاعب هاني اليعقوب الملقب بالشبح هاني اليعقوب هاني اليعقوب ما زال يقدم مستويات جميلة مستويات رائعة مستويات ممتازة في هذه اللحظات نواف المسل تقطع تعود عبر اللاعب يا من العكام من العكام يقدم دور كبير كذلك على الجهة اليسرى بالنسبة لنادي الحسين أربيل ولكن هذه المرة تعود الكرة على الجهة اليسرى بالنسبة لنادي الجزيرة وكريم موسى طالت على كريم وتذهب بدورها على يوسف البصول الذي ينفذ رمية التماس في هذه اللحظات وفي هذه الثواني وفي هذه الدقائق هل تكون هي العودة بالنسبة لنادي الجزيرة من بوابة الجهة اليسرى هذا هو اللاعب عمر عمر يعني شوف بهذه الخطورة وبهذا الأسلوب لتلعب الكرة وتعود من اللاعب يا من العكام إلى الجهة اليسرى بعدما حاول البحث من قبل اللاعب عن مساندة بهذه الكرات أنا هنا أتحدث عن أداء كبير يقدم من قبل اللاعبين أتحدث عن أداء ممتاز من قبل اللاعبين نحن الآن نرى بأن الجزيرة يستقبل لعب نحن نرى بأن الجزيرة ما زال يستقبل لعب وكذلك نادل حسين إربيل هو أفضل بهذا الأداء وبهذا الأسلوب وبهذا اللاعب لتعود الكرة السريعا الآن مرة أخرى فيها خطورة ولكنها بين يدي حارس المرمى إلى يوسف البصول نواف المصلي يوسف البصول على مرتين يبعد الكرة من أمام مؤمن المغربي هذا هو مؤمن مؤمن ينطلق مؤمن خطير مؤمن خطورة إلى اليعقوبي ولكن هنا طبعا هصل بزيد درويش زيد درويش يا عزيزي حائط حائط جدار برلين حاضرا في المنظومة الدفاعية نواف المصلي إلى اللجال يسرى ولكنها تقطع تعود الكرة إلى رمي التماس نواف نواف المصلي يلعب كرة عكسية ولكنها بين يدي حارس المرمى كرم الخطيب تعود الكرة الآن يوسف في هذه اللحظات هناك خطأ تعود الكرة خطأ في هذه اللحظات وهناك عودة بالكرة لزيده زيد درويش زيد درويش تسلم على الجال يسرى يا من العكام يتحصل بدولي على خطأ صفر صفر طبعا أداء كبير في متصف الميداء من كلا طرفين ولكن لم تكن هناك سوى الفرصة الأولى التي قدمها ناد الجزيرة بتسديد التطمت في العارضة في أولى اللحظات وفي أولى دقائق وهناك كرة طولية الآن فيها خطورة فيها 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 يلا يلا لنشوف هل يفعلها الجزيرة هل تكون بين أقدام الجزيرة هل تكون للشياطين الحمر الريد ديفلز هل الريد ديفلز هل الريد ديفلز هل الريد ديفلز كرة طولية راسية في أقول لا خطيرة مرة في جانب القائم الأيمن عبر اللاعب هل مميز بهذه التزديدات نلاعب كريم موسى إذن طبعا كذلك وعندك عمر إبراهيم حاضرا عمر في هذه التزديدات مرة أخرى بالنسبة لنادي الجزيرة طولية من عمر طولية من كريم طولية من عمر طولية من كريم لكن هذا علم يترجم بحقيقة فعلية وسيطرة في منتصف الميدان لن يأتي نادي الجزيرة بهدف عليهم أن يلعبوا على الأرض تعود الكرة السريعا الآن نواف المسلي أقرب لها يوسف لبصول الإبعاد والعودة في هذه اللحظات عمر يا عمر تقطع من أمام عمر تعود الانطلاقة مرة أخرى هذا هو اللاعب فجر النعمات تقطع من أمام فجر وتعود إلى فجر خطب هذه اللحظات على فجر النعمات سلمات ضربة ثابتة لو عبت رأسية إبعاد يا حبيبي عندك جدار برلين في المناطق الخلفية بالنسبة للجزيرة زيد درويش زيد درويش على كل الأمدية على كل الأمدية أن تراقب هذا الاسم في المستقبل في التغطية الدفاعية لحد الآن لحد الآن لحد الآن هل حسين يبحث عن هدف مبكر؟ يحاول الاختراق من منظومة الدفاع في تزديدات ولكن الكرة تذهب إلى ركلة ركنية ركلة ركنية تبقت طبعا يعني بعض الدقائق لنهاية الفترة الأولى هل حسين إربيد يبحث عن هدف؟ ولكن هل الجماهير تغني له؟ لكن هل الهدف قادم أم لا؟ لربما لنرى خطيرة مكيرة جميلة هذه الكرة يا خطيب ريان الخطيب ريان الخطيب أما يوسف عياش يوسف عياش يوسف عياش يوسف عياش من الخطيب؟ من الذي سجل في الكرة الماضية؟ الحسين إربيد يتقدم به هدف مقابل لا شيء تعود مرة أخرى طولي نواف المسلي ولكن اوف سايد يا نواف اوف سايد يا نواف اوف سايد يا حبيبي اوف سايد يا وردة اوف سايد يا جميل وهنا كتيبة الزعيم كذلك حاضرة من أجل المباراة القادمة واحد صفر لي أو عفل للنادي للنادي نادي الفيصل كذلك يستعد واحد صفر للحسين يربط في هذه اللحظات واحد صفر للحسين على هذا المنوال وعلى هذا الحال الحسين في ملاقات آير سي في دور نصف النهائي لكن نحن ما زلنا في البداية ما زلنا حاضرين في البداية ولربما البداية تختلف الآن طالت على اللاعب كريم طالت على كريم تسلم رمي التماس الحسين يقدم يقدم أداء جميل جدا على أرضية الميدان تسلم هناك استلامة للكرة لكنها تقطع هذا هو يوسف البصول تسلم إلى شحروري بالتسديد لكن أقرب لها اللاعب المميز نصر إرشدات نصر يعيدها نصر بيه من العكام طلية هذه المرة من اللاعب محمود اسكندر إلى الجان يسرى ولكن مؤمن المغرب كانت منه هذه الكرة بسهولة مرت عليه فتذهب بدورها إلى ركلة مرمى النتيجة إلى الآن النتيجة إلى الآن هي هي 1-0 للحسين إربد بخطأ في ضرب منظومة الدفاع برأسية أسكنها شباك الحارس آدم ملكاوي ترجع الكرة إلى المناطق الخلفية هنا هالاستلام عبر نواف المسلي نواف على مرتين على حاولة من أمام طبعا بشار إصباحات فلكن أمام بشار أمام بشار أنت تلعب بالنار يا عزيزي لاعب مدافع شرس صليب يجب عليك أن تلعب التمرير بشكل سريع نواف المسلي يبحث على شحروري نواف مميز شحروري مميز هل تكون العودة للجزيرة عمر طالت عليه ولكنها تذهب إلى ركلة مرمى يوسف البصول رأسية شحروري 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 تقطع من أمامه وتعود مرة أخرى انتلاق الآن وهجمة مرتدة فيها 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 إبعاده إبعاده في آخر اللحظات التغطية الدفاعية والسيم عماير كان حضرا بشكل جميل جميل جلودي زيد درويش شحروري عمر إبراهيم كريم موسى نواف الموسلي بسمها تستطيع تقديم الشيء كبير جدا على أرضية الميدان بشكل كبير ها هو يرى نادي الحسين إربد غريمة والتقليدي طبعا أمام نادي الرمثة فيها الخروج بعدما خرجوا الرمثة من بطولة هذا الكاس وخرجوا من دور المجموعات واستطاع الحسين تقديم أداء كبير جدا عليهم واستطاعوا الفوج بثلاثية في تلك المباراة طبعا الحسين إربد يقدم دول كبير بتزديدة ولكنها بين يدي حرس المرمى أدم الكاوي ضغط بالطول والعرض بالطول والعرض يا عزيزي هالشيطين الحمر ورمام النادي الملكي الآن ما زالوا يبحثوا عن انتصار ما زالوا يبحثوا عن تقدم نواف المصلي في هذه اللحظات ولكن خطأ خطأ ضربة ثابتة تنفس سريعا الآن فيها خطورة فيها خطورة ولكنها تبحث لتذهب بدورها إلى ركلة مرمى في هذه اللحظات لكريم الخطيب عبو الخطيب بتركها يوسف البصول البصول والخطيب البصول طولية البصول يستلمها يعني منه مؤمن المغربي قطعت من أمام مؤمن المغربي عادت على الجهة اليسرى ولكن الكرة تذهب إلى رمي التماس رمي التماس تلعب الكرة السريع أوه يا شحروري أوه يا شحروري على هذا الأداء يا شحروري انطلاق الآن ومحاولة تسديد ولكن الكرة تعود وتذهب بدورها إلى طبعا رمي التماس لعبت ابعاد من قبل الدفاع سلمت إلى يوسف البصول أقرب لها طبعا اللاعب جميل الجلودي لتلعب إلى الأمام وهكذا يعلن الحكم نهاية الفترة الأولى بتقدم الحسين أربد على حساب نادي الجزيرة بيدف مقابل لا شيء ابقوا معنا أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى من موقعة الجزيرة هل حسين أربد في دور الثمانية؟ ثاني مواجهة دور الثمانية من بطولة كأس الوضو لشباب كورت القدم لسن 12 سنة وهنا الانطلاقة في أيام المغربي يحاول الدخول فيها 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 حسين أربد في هذه اللحظات ولكنها تقطع ولكنها أقرب مرة أخرى للجزيرة الذي يبحث عن التعديل في هذه اللحظات محاولة تزديد على مرة على مرتين أقرب لها بها التغطية أقرب لها فيها الانطلاقة هنا الانطلاقة هنا الانطلاقة ولكن يوسف عياش يوسف عياش في هذه الكرة يوسف عياش بعد هذه الكرة لتذهب بدورها إلى نادي الحسين ريان المغربي أو ريان الخطيب تعود إلى حارس المرمى هذا ملكاوي ثم ريان الخطيب إلى الجال يومنا محاولة الاستلام ومحاولة التزديد لكنها تعود وانطلاقة هذا هو نواف المصلي نواف إلى شحروري شحروري يا شحروري شحروري على مرتين شحروري خطير شحروري ضرب منظومة الوسط شحروري يستطيع التقديم شحروري ممتاز شحروري رائع شحروري ولا أجمل منه في استلام الكرة والاختراق بشكل ممتاز لتعود مرة أخرى حسينية عبر الخطيب إلى كريم موسى ولكنها تذهب إلى رمي التماس رمي التماس الحسين إربد الحسين إربد يقدم كرة جمالية إلى الآن رائعة هذا الجيل الصغير اليافع الشاب سوف يقوم بإرفاد النجوم الكبار لقلعة الملكي في قادم السنين والأيام ونادي الجزيرة العراق والأصالة والتاريخ لديها جيل ذهبي كذلك في كرة القدم تخيل يا عزيزي هؤلاء الأجيال هؤلاء الجيل هؤلاء الذين قدموا مستويات كبيرة من قبل الناديين هذولا لسه عمارهم 12 سنو تحت 12 سنو تحت ويقدم دور كبير جدا وهنا طبعا يوسف عياش من الأظهر المميزة ريان الخطيب ريان يعتذر ليوسف ورمي التماس عبر أبو الموسى كريم موسى طليل الأمام من كريم تقطع لتعود استلامه من المغربي المغربي هتخذ هنا ريان الخطيب يا سلا أوه يا ريان ممتاز ريان يحاول الدخول ولكنها تقطع ولكن الالتحم خطب عليك يا ريان صحيح صحيح يا حاكم صحيح قرار صحيح من الحاكم كان هناك شد للقميص من قبل اللاعباء ريان الخطيب لتعود لي زيد درويش من زيد إلى رمي التماس أخرى تعود الكرة الآن انطلاقة على الجهة اليسرى محاولة استلام الكرة ريان الخطيب وكذلك نرى اللاعبين من النادي الفيصلي ولاعبين عما نفسي هم حاضرين هنا ترى كرة تلعب سريعا الآن تعود على الجهة اليمنى لتسلم إلى نادي الجزيرة هذا هو الجلودي جميل الجلودي ووالده يراقبه من بعيد ويعطيه التعليمات الآن نديه متأخرا بهدف النادي متأخرا بهدف الجزيرة متأخرين بهدف عليهم تدارك الأمر وتلعب الكرة سريعا فيها فيها وعندك يعني عندك 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 كرم الخطيب بالحراسة يا عزيزي اخ طبوت للثلاث خشبات طولية من كرم الخطيب اقرب لها مرة اخرى اللاعب الخطير المميز ناصر يا رشيدات لتقطع نوف المسلي يبحث عن الشحروري بس وينك وينك يا الشحروري الشحروري الذي كان حاضرا في المواجهة القائل السابقة وبيسدد بالشمال وبيسدد باليمين وبيسدد من بره البوكس ومن جوه البوكس وعكسية ولكن وين تعدك العافية مرت بسلام وبعيدة مرت بسلام وبعيدة ذهبت الى رمي التماس رمي التماس باقي الدقائق القادمة بماذا يفكر المدير الفني اللي ندع الجزيرة هل يقوم بادخال مهاجم ثاني من اجل طبعا المساندة الهجومية لديك مهاجم ثاني طويل القامة عزيزي المدرب تستطيع ادخاله من اجل ضرب منظومة الدفاع الخاصة بالحسين لان مدافعين الحسين طوال القامة قويين البنيان وانطلاق عبر المغرب قطعة عبر شحروري شحروري ينطلق شحروري واحد اثنين ثلاثة شحروري بالتمريرة والتزديدة ولكنها تذهب بين يدي حارس المرمى كان يطالب الحاكم بخطأ لكن عدت يا عزيزي عدت يا عزيزي عدت يا عزيزي وعادت الى كريم موسى اقرب لها يا من او ريان الخطيب كريم موسى وين اسكندر اسكندر كان غائبا المباراة الماضية وغائبا هذه المباراة بماذا يفكر المدرب بأن لاعب في المهاجم الوهمي بالنسبة لنادي الحسين اربد عبدالله صلاح الذي يقود كتيب تقول النادي الملكي هذا هو زياد درويش الجلودي في الابعاد نواف المصلة على الجال يسرى ولكن ايش فيه خطأ هناك خطأ تنفذ الان طولية للامام زياد درويش تبعد وتعود في المنتصف اقرب لها طبعا نادي الجزيرة 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 بالتسديد الجزيرة الجزيرة بالحضور ولكن هناك خطأ اوفسايد نعم هي اوفسايد اوفسايد عادت الى يامن يامن الخطيب او ليس ايامن ريان وينك يا شكس وين ايامن هي لريان الخطيب الذي بدوره يقدم مستوى كبير جدا كذلك على الجال يسرى بالنسبة لنادي الحسين اربد ريان الخطيب طولية عادت لها ادم ملكاوي ادم ملكاوي اقرب لها مؤمن المغربي تقطع من امام مؤمن المغربي لتسلم الى زيد درويش زيدو بالتشتيج زيدو طولية من زيدو اقرب لها بشر اصبحات لتعود لها الجزيرة هنا الجزيرة هنا تقطع على مرتين يا سلام يا سلام على يوسف عياش الظاهير الابرز في هذه البطولة بالنسبة لنادي حسين اربد ظاهير عصري هجومي تراه وسط بيدان تراه لياقة بدنية تراه تغطية دفاعية تراه تمرير تراه قوي 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 سريع ينطلق مرة اخرى يوسف عياش يوسف عياش يقدم دور كبير جدا على ارضية الميدان يوسف عياش تقطع من امامه لتعود لتسلم الاجزروية هنا على مرتين ولكنها ركلة ركنية تلعب الكرة سريعا الآن رأسية لناديها الجزيرة زيد درويش على الاستلام خطأ خطأ بحق لاعبي ناديها الجزيرة في هذه اللحظات هناك اعتراض على هذه الكرة لكنها تعود نتمنى السلامة للاعبها الجزيرة الذي سقط على الآخر من هو لنرى نعم كان هناك الجلودي الجلودي يتعرض للاصابة ولكنه عادة جميل لالتغطية الدفاعية بشار اصبحات يصبحات يصبح اوه اصبحات انتلاقة فيها هيو 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 ريان الخطيب متسللا ريان الخطيب متسللا تعود الكرة الآن زيد درويش طولية الالمام يجب على نادي الجزيرة تدارك الموقف يجب على الجزيرة تقديم مستويات كبيرة على ارضية الميدان تلعب ولكن الحارس يقوم بابعادها لتذهب الكرة الى رمي التماس رمي التماس تثبت بان كرة القدم بالنسبة للفريقين الان هي سيطرة في المتصف الميدان الحسين يحاول الضغط بشكل كبير اضغط اكثر تتحصل على فرص اكثر بضرب منظومة الدفاع المتقدم الجزيرة مضطر ان يلعب بخد دفاع متقدم تزديدة شحروري بتزديدة ولكن حارس المرمى هنا حاضر تزديدة من الشحروري والحارس يبدع بالابداع ويمتع بهذا الاستلام لتعود على الجال يسرى ريان الخطيب مرة اخرى ينطلق ريان طالت على ريان وذهبت من امام فجر النعمات الى ركلة او رمي التماس زيد درويش درويش يا درويش زيد درويش زيد درويش بدور عمو ساند زيد شحروري بيستلم الكرة فجر النعمات يبعدها تعود الى شحروري شحروري اقرب لها يامن المغربي يامن ليس يامن المغربي بل مؤمن المغربي كان يبحث عن اللاعب المميز محمود اسكندر خطأ على اسكندر اسكندر يتحصل على بطاقة صفراء اسكندر يتحصل على بطاقة صفراء محمود اسكندر يتحصل في هذه اللحظات على بطاقة ربما قد تغير من المعادلة انبقى على هذا الحال نادر حسين زيد درويش ينفذ الكرة أرضية جميلة جدا لا تعود له يحاول تزديد على مرتين تزديد أخرى ولكنها تشتت وتعود الى اللاعب مؤمن المغربي مؤمن على مرة مرتين ولكنها تذهب بعيدا إلى طبعا رميد تماس تعود الكرة على الجال يمنى لكنها تذهب إلى رميد تماس بعد هذه المواجهة الفيصلي سوف يواجه نادما اليرموك مواجهة سوف تكون قوية هناك خطأ أوف سايد نعم هي أوف سايد تعود الكرة الآن تنفذ سريعا تبعد أوه تزديد على كناها الجلودي لم يوفق بها الجلودي لم يوفق به هذه التزديد كان يحاول التزديد على الطاير ستايل فان باستن ولكن وين إذا واحد سفر لم يتبقى الكثير على نهاية الشوط الثاني مؤمن المغربي يلعب كرة إلى يوسف عياش وريان الخطيب عمر شحروري مؤمن يا سلام هنا الاستلام وهنا الانطلاقة عبد الرحمن العفوري عبد الرحمن العفوري سريع عبد الرحمن العفوري قوي عبد الرحمن العفوري خفيف عبد الرحمن العفوري صاحب لاياقة بدنية عالية هل يفعلها عبد الرحمن وتكون العودة لنرى يلا فرجينا يوسف عياش منفذ الضربة الثابتة يوسف فيها خطورة ولكنها بين يدي حارس المرمى عدم ملكاوي عدم ملكاوي رأسية والإبعاد عادت إلى ريال خطيب ريال وعمر لا 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 إياك إياك ريال خطيب هذه بالنهاية مواجهة كرد قدم أصدقائها أحبها السد العصبي هذا لا يفيد تعود من أمامي ريال يلعب كرة إلى اسكندر وينك يا اسكندر اسكندر يعود من أجل المساندة في هذه اللحظات تعود مني اللاعب المميز يوسف لبصول يوسف لبصول أقرب لها شحروري مرة أخرى بالتشتيت تسلم إلى نواف المسلي تمري ربينية نبينية أقرب لها بصر أصباحات بصر كان حاضرا بهذه الكرة لتعود انطلاقة طلية أقرب لها بأدى التقطير ريال الخطيب عمر الجلودي عمر الجلودي تسلم من عمر يحاول الدخول عمر الكرة الآن تعود الكرة الآن إلى ضربة ثابتة للجزيرة عمر عمر الجلودي عمر الجلودي عمر ليس عمر الجلودي من هو الجميل الجلودي هو هذا عمر 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 يفعلها يأتي بها يسددها يأتي بها ممتاز قوية رائعة يا سلام يا أحباب يا أصدقاء بتاعدوا بس حتى نرى الله يا سلام تسديدة تسديدة يا سلام كرة انتفافية رائعة يا إلهي يا إلهي تسديدة حاول بها مباغة حارس المرمى والإبداع من قبل الخطيب الهواء أفاد حارس المرمى هالهواء أفاد حارس المرمى وساعده هلا الكرة كانت في القول تعود الكرة الآن تسديدة أخرى فيها 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 تسديدة لكنها بين يدي حارس المرمى الخطيب مرة أخرى كرة تلعب استلام بخطة الهجوم هنا الانطلاقة لكن آدم ملكاوي ملكاوي آدم ملكاوي تعود عمر ريال خطيب الإبعاد من قبل اللاعب جواد أنعمات رمي التماس لكن هذه المرة كذلك تبعد لنادى الجزيرة تسلم منطلاقة كريموس أقرب لا يوسف لبصول تسلم مرة أخرى زيدو إلى الأمام ريان الخطيب ريان ريان يا سلام تسديده عبد الرحمن العفوري عبد الرحمن العفوري أعطاهم النوكاوت عبد الرحمن العفوري نوكاوت أعطاهم النوكاوت يا سيدي 2-0 للحسين إربد عبد الرحمن العفوري على طريقة إيرلينغ هالند بعدين سجل الهدف وعطاهم قلهم نوكاوت إلى اللقاء 2-0 إلى الآن الحسين إربد الثاني المتأهلين سيواجه هيريس يا عزيزي الحسين إربد سيواجه هيريس الحسين إربد النادى الملكي أمام الأسود الحسين يقدم أداء كبير نتمنى السلامة لله عبد الجزيرة إذن زيد درويش زيد درويش خلاص 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 لنكن واقعيين عزيزي اللي عدى عدى وفي عالم كرة القدم الآن يمكن العودة ولكن الحسين إربد يستحكم في منظومة الدفاع هو الانطلاق هذا وزيد شوف ما شاء الله ما شاء الله زيد درويش زيد درويش مدافع صليب شرس ممتاز رائع قوي ماذا تريد أن أتحدث عنك فأنتحدث ممتاز ورائع منظومة الدفاع قوية ولكن تلقوا هدفين تلقوا هدفين وهذول الهدفين قد يكلف الكثير على الشياطين الحمر بهدف ثالث لكن هنا القطع حاضر وهنا الانطلاق وهنا بيجي فيها نواف المسلي نواف يا نواف نواف المسلي عكسية فيها 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 ولكن هذه المرة ترتطن باللاعب وتذهب إلى ركلة ركنية إذن كرة العبلان سريعا تعود الكرة يا سلام مقصية مقصية ولكنها كانت الحارس الحارس ممتاز الحارس ممتاز الحارس قوي كرم الخطيب يعطيه العافية على هذا الأداء الكبير هنا الانطلاق وفيها ثالث فيها ثالث لكن آدم الملكاوي بيقولهم أنا موجود أنا موجود هذه المرة أنا موجود فيها التغطية واحذر احذر من البطاقة عبد الرحمن العفوري ساحب الهدف الثاني بالانطلاق هذا هو أفضل ظهير في البطولة يوسف عياش تلفن عياش تلفن تلفن باتصالاته القوية بيوسف في حضور يوسف بوجود يوسف يوسف عياش ريال الخطيب قطعة عادت إلى عمر عمر يا بو عمير طولية وتمريرة إلى كريم موسى موسى يا موسى كريم يا موسى كريم هاتخوة تمريرات قصيرة ولكنها طالت تعود يوسف البصول تبعد ولكن أقرب لها طبعاً نادي ألا حسين إربد فيها التغطية ريال الخطيب ريال يا ريال 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 يا ريال ريال واحد يا سلام عدثني بطاقة بطاقة صفرها بحق الله عمزين درويش بطاقة حمراء حمراء بحق الله عمزين درويش في هذه اللحظات يتعرض بدوري لطرد بالبطاقة لحمراء إذن يعني لا نريد أن نرى هذا الأمر أوه بطاقة حمراء بحق أحد الإداريين كذلك إذن بطاقة حمراء بحق أحد الإداريين في هذه اللحظات إذن لا نريد هذا الشيء أن يحدث على أرضية الميدان إذن الحسين إربد يتحصل على ضربة ثابتة ضربة ثابتة الآن ضربة ثابتة الآن ضربة ثابتة ومحمود إسكندر عن التنفيذ محمود إسكندر على التنفيذ محمود إسكندر إذن الطاقة ما تدريبه يخرج الآن لداء على البطاقة الحمراء بطاقة حمراء يلبس أصفر يلبس أصفر يلبس أصفر يلبس أصفر يا حكم ضربة ثابتة الآن ضربة ثابتة محمود إسكندر على التنفيذ هل تكون لنادى الحسين الآن تنفذ الكرة الرأسية والإبعاد إبعاد من قبل جميل الجلودي الجلودي أبعد الهدف الثالث المحقق الجلودي يقدم دور دفاعي كبير جميل الجلودي قدم مستويات جميلة في منظومة الدفاع أبعد الهدف الثالث الآن وتذهب إلى ركلة ركنية لكن تعود الآن إلى ماذا؟ ركلة ركنية؟ هي ركلة ركنية؟ يعني التوتر الذي حدث في نهاية المباراة لا نريد ولا نريد أن نراه ولا نريد هذا الشيء أن يحدث على أرضية الميدان بالنهاية هذه مواجهة كرة قدم كرة طلعب الآن سريعة ولكنها تذهب إلى ركلة مرمى وآكذا يعلن الحكم تأهل نادي الحسين يربط على حساب نادي الجزيرة في بطولة كاس الأوردل لشباب كرة القدم من هذه البطولة الحسين آيرس إلى نصف النهائي خروج الجزيرة وكذلك آيرس إيغلز في انتظار المواجهة الثالثة أبقوا معنا